هل ترى معارض على تغيير جذري في النظام الإيراني بعد هذا الاتفاق النووي دكتور هاشميان من وجهة نظرك؟ هذا يرجع إلى سلوك المتشددين في داخل إيران المتشددين هم الذين فرضوا هذه السياسة النووية على إيران المتشددين هم الذين فرضوا كل هذه الخسائر المادية والغير المادية على الشعب الإيران ولكن في هذه الأيام هم ملتزمين الصامت ولكن بعد مدة سيرجعون في نفس السياسة وسيضغطون على حسن روحاني وسيمنعون حسن روحاني من إجراء انتخابات حرة لدخول بعض الإصلاحيين في القادمة على ماذا تعول المعارضة بحدوث تغيير؟ على ماذا تعول المعارضة بحدوث تغيير؟ المعارضة تعول على تحرك الشارع الشارع لا يقبل سياسات علي خامنين ولا يقبل سياسات المتشددين والمتشددين فرضوا على الشارع الإيراني خسائر جدا كبيرة نحن كنا نستطيع أن نصل إلى هذه الاتفاغية في 2003 ولكن بعد كل هذه السنين وبعد 12 سنة من الخسائر المادية وغير المادية على الشعب الإيراني الآن علي خامنين يرفع راية البيضاء ويستسلم بهذا الشكل ويأتي بهذه الهزيمة السياسية ترجمة نانسي قنقر